في سابقة تاريخية تسبب إصابة دودة في جسم شخص بمرض السرطان إلى وفاته بحسب مجلة لايف ساينس ولدى فحص الرجل الكولومبي المتوفى تبين أن سبب السرطان الرئى الذي قضى عليه كان دودة من نوع الددان الشريطية وذلك بعد فحص الورم الذي أودى بحياة الرجل وتبين أن الورم لم يكن من خلايا بشرية بل من دودة شريطية تطفلت على جسم الضحية بحسب تقرير الوفاء وكان الرجل يعاني من مرض نقص المناعة المكتسبة بما سهل نمو سرطان الدودة بحسب الباحثين الذين نشروا تقريرا عن هذه الحالة الحديث حول هذه الظاهرة الغريبة اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في الستوديو الدكتور محمد خير العجي أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد أهلا ومرحبا بك دكتور أهلا وسهلا يعني في البداية دكتور عشان أنا والمشاهدين نكون في الصورة نفهم الصح الرجل أصيب بالسرطان يعني الدودة أعدته تقريبا بالسرطان أو نقلته السرطان نحن نعرف أول شيء أنه أي كائن حي حتى الحيوانات ممكن تنصاب بسرطان فهالدودة هاي أو المنبأة تبع الدودة ضل فترة طويلة بريئة هالشخص هاد عادة دودة الشريطية إلى دورة حياة عند الحيوان خارجية يعني بتنتقل من أمعاؤه لعضلاته للريئة تبعه والإنسان بنعدى فيه عن طريق تناول هاللحوم الملوسة بهالبيود نادرا أو ما بتنتقل هي عند الإنسان من أمعاؤه بتنمى بأمعاؤه بتساوي هالدودة الشريطية أو بتساوي الدودة الوحيدة عند هالشخص هاد عند بعض الأشخاص ممكن أنه تعمل الدودة دورة حياة هالتي بتعملها عند الحيوان عند البقر مثلا فبتنتقل من أمعاؤه لرئة للعضلات نادرا هالشخص عنده الأيدز أو ناصل منع على المكتسب وما يأخذ معالجة بشكل جيد فمنعته ضعيفة ما قدر يقتل هالدودة الموجودة بالرئة تبعه وصار معها سرطان هالدودة فهي انصابت بالسرطان نعم اتكاثرت على حساب رئة الشخص وعملت انتقالات وتوفى لأنه هي اتتلوا الرئة كيف الخلايا السرطانية بتاكل خلايا سليمة خلايا البشرية نفسها فهي الدودة صار معها سرطان بس وجودها بهالوسط هاد بمناعة ضعيفة قدرت تتغلب على الخلايا الرئوية الطبيعية عند الشخص وتعمل عنده ما عدته الرجل ما مات في الأيدز لكن مات في السرطان تماما لأنه عنده ضعف مناعة نحن ما نرعب الأمور ما ننهول القصة مو اي دودة حتصير معها هالقصة وتتحولها سرطان بجسم الإنسان طيب ألا يفتح هذا الباب على مصراعيه يعني لبخوث تتحدث عن انتقال أمراض للإنسان عن طريق الحشرات الآن تماما هو القصة عندنا نقص مناعة عم نلاقي زيادة من هالحالات هاللي عم يكون في عنا تطفل طفيديات مثل الديدان مثل الحشرات ونموها عند الأشخاص هاللي عندهم ضعف مناعة فأكيد كلما ضعفت المناعة كلما كان في احتمالية حدوث هالإصابات وهالعدوى هالغريبة شوي على دورة حياة الديدان والطفيديات الطبيعية لو لم يكن يعاني من نقص المناعة لما كان أصاب السرطان عادة هي ما بتتحول من الأمعاء عند الإنسان للعضلات أو للرئة غير بحالات كتير نادرة عم نشوفها عم تتحول وتنتقد عند الأشخاص عندهم ضعف مناعة فغالبا هني ما عنده ضعف مناعة ما ستصير معه هالقصة الدودة الشريطية التي توضع بجسمه وتتاوي سرطان وبعدين تقتله هذه حالات الطبية النادرة طيب يعني الآن أي مشاهد يسأل مثلا نعرف أنه الدودة الشريطية موجودة موجودة بكثرة نعم لكن هل أي شخص الآن يعلم أن لديه دودة شريطية أو أي نوع من الدود في المعدة عليه أن يقوم بتحليل معين أو فحص معين أكيد أي شخص يعرف أنه عنده دودة بالأمعاء أكيد لازم نتخلص منها في معالجات دوائية بسيطة ممكن نتخلص منها أكيد ما نهمل الموضوع بس ما لازم تكون هاجس ورعب عنها يعني الموضوع موجود بكثرة ولازم نعالجه أي ديدان طفيليات الشريطية الحلزونية في أنواع كثير من الديدان بالأمعاء لازم أكيد نخلص منها بطرق بسيطة جدا طيب يمكن السؤال بعيد إلى حد ما عن صلب الموضوع لكن كيف يستطيع الشخص أن يعرف أن لديه دودة في المعدة أو في العماء إذا لم يكن لديه أعراض عادة بتحليل البراز العادي ممكن نكتشف فيه البيود ممكن نشوف بالبراز قطع من الديدان نفسه أو اكتشاف الدودة كاملة بالمرحض فهذه الأشكال التي نستطيع أن نكتشف وجود الديدان أو الطفليات بالأمبوب الهضمي عادة تتواجد الأمبوب الهضمي هل لديك نسبة دكتور مئوية لعدد الحالات المشابهة لهذه الحالة التي وصفت بالنادرة إلى حد ما؟ عادة نادرة جدا دراسات بتدل على وجود لهلأ 75 حالة بالكرة الأرضية لانتقال دودة الشريطية لخارج الأمعاء عند الإنسان فهذه النسبة أليلة ووجدوها أكتريتهم عند النقص مناعة مختصة وإذا نقارن نسبة وجود الديدان الشريطية الكثير جدا بالعالم مع النسبة 75 بالشخص فهذه نسبة أليلة جدا ونادرة لكنها حصلت مع هذا الشخص سيء الحظ أنا بشكرك شكر جزيل كنت معنا في الستوديو الدكتور محمد خير العجي الأخصائي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد شكرا جزيلا على هذه التوضيحات طمنتنا يعني شكرا لك أنا وسلم